مع صدور بيان مشترك أمريكي بحريني حول استضافة المنامة لبؤتمر يكشف الجانب الاقتصادي لصفقة القرن تولت التساؤلات عن سبب تأجيل الأعلان عن الشق السياسي فضلا عن سبب اختيار المنامة كمحطة لإعلان الصفقة مراقبون أكدوا أن الولايات المتحدة تهدف من ذلك إلى تقديم إغراءات للفلسطينيين والدول العربية المستهدفة مثل الأردن ولبنان ومصر لتقبل فيما بعد بالجانب السياسي رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الأسبوعية الفلسطينية محمد أبو جياب أشار الخليج أونلاين إلى أن صفقة القرن قائمة في الأساس على الاقتصاد وليس على السياسة مرشددا على أن النتائج السياسية ستظهر بعد تطبيق الجانب الاقتصادي وإذا تم ذلك فأن الجميع سيجبرون على تنفيذ الشق السياسي أبو جياب أوضح أن الأعلان عن البنود الاقتصادية يهدف إلى تقديم إغراءات للفلسطينيين ودول المنطقة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها وذلك سيكون مثل دس السم بالعسل لأن ما سيبنى على الاقتصاد فيما بعد سيكون فيه إشحاف كبير وانتهاك للحقوق والثوابت الفلسطينية مثل قضية القدس وحق العودة وسيعمل على فتح الأبواب للحضور الإسرائيلي بقوة في المنطقة شبكة CNN نقلت عن مهندس صفقة القرن جاريت كوشناير أن مؤتمر البحرين سيحاول العمل على تجنب القضايا السياسية مثل قضايا أعطاء الفلسطينيين دولتهم الخاصة من عدمه ووضع القدس والإجراءات التي اتخذها إسرائيل باسم الأمن وقضية التألاجئين هذا وشدد متابعون على أن المال الذي سيمول مشاريع صفقة القرن ستقدمه دول عربية وخليجية بهدف الحفاظ على مصالحها مع الولايات المتحدة والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة بحسب زعمهم وفيما يتعلق بسبب اختيار البحرين مكانا لإعلان الشق الاقتصادي للصفقة أكد مراقبون أن ذلك يعود لعدم رغبة السعودية والإمارات في إثارة الشعوب العربية ضدهما كما أن البحرين هي من أكثر الدول العربية توجها نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلية وأكثرها وقاحة على ذلك